اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم يسرني أن أصددي في ليلة الوزير السابق ومستشار رئيس حزب الكتائم اللبنانية الأستاذ إلي ماروني أهلا وسهلا فيك أستاذ إلي ومدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ظاهر أهلا وسهلا فيك أحياتي أستاذ عباس لو سمحت أستاذ إلي بدي بلش بتصريح مبارح مبارح يمكن أو الأحد لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الأحد محمد رعد غير أنه أقول لمن يتنطح على بعض وصائل التواصل وكذا بيوصل لمطرح نحن لا نريد منكم لا تبرعات ولا معونات ولا مساعدات إعمار فنحن أكرم من أن مدة أيدينا إلى اللئام لا تمنوا بأنكم تقبلوا العيش معنا ونحن الذين نصبر عليكم نريدكم أن ترتقوا إلى مصافي الناس والشرفاء ناء مستشار حزب الكتاهب نحن منقلوا أنه نحن مصررين على العيش معنا لأنه هذا قدرنا ومصيرنا ولا يوم من الأيام إذا عم يقصد المعارضة ككل ولا يوم من الأيام فكرنا بأنه ما نكون مع بعضنا إذا عم يقصد جهة معينة هي بترد بس ككل نحن عطول مصممين على أنه نبقى وطن واحد لكن نتمنى عليه أنه هو يعتبرنا من أبناء هذا الوطن ويستشيرونا بقرارات الحرب والسلم والمبادرات والمعاهدات اللي عم يعملوها وكأنه لا دولة ولا مجموعات لبنانية غير موجودة على الأرض اللبنانية اليوم هني عم يستبيحوا كل قرار كل دستور وكل قانون وبالتالي مش نحنا اللي عم نرفضون هني اللي عم يعتبرونا مش موجودين إذا نحن لقام وعم نمنن نحن ما بعضنا نمنن نحن بالألفين وستة وهذا وجبنا الوطني لما نزحوا أهل الجنوب بحرب تموز فتحنا الكنيس والمراكز والبيوت والقاعات وبيوتنا وهو دي أهلنا وعشنا مع بعضنا فترة طويلة لكن اليوم نحن منتطلع إلى ظروف اقتصادية صعبة اللبنانية عم بيعانوا وعم بيعنوا من الفقر والجوع وسرقة أموالهم بالمصارف يلي بيقدر أن محمد راعد يكون له موني عليهم لهاللي عم بياخدوا قرار المالي فبالتالي اليوم ما بقى يسمح الوضع الاقتصادي ولا لأي بيت ولا لأي عائلة ولا لأي مجتمع وبعدين أنا بقل له نساعدنا وجبنا بس نحن عم نقول مش من واجبه يدمر وطننا كلمة غيرنا لكن يلي بيسمع إلي ماروني عم يحكي هيك وكأنه يستجدي المشاركة في القرار لا استشيرونا خدوا رأينا لا لا أنا عم رد على نحن لا نستجدي نحن عم نحن قرارنا مغتصب بسبب من قبل من قبل حزب الله طيب أوكي من بسبب غياب الدولي أولا يلي نحن سلمني ها أمرنا نحن ما من بعض الطائف ما حلينا محل الدولي أستاذ إلي فينا نكفي لكن بدي أخد نخلة ضايمة من بكركة نخلة يعطيك العافي رح نرجع لنخلة بس لهاي نقطش اللينك تفضل أستاذ إلي عم قول نحن سلمنا أمرنا لدولي هي اللي دير شؤون الوطن والمواطن غابة الدولي إجا مين بقوة السلاح وبالدعم الخارجي الإيراني والسوري والروسي والبدكة عملوا هيمنة على القرار اللبناني نحن عم نذكروا إنه نحن مش مستسلمين نحن مصرين على لعب دورنا الكامل بهذا الوطن ولسنا انفيصاليين هيدا اللي انت فسرته غلط نحن شعب واحد بنا نظل مع بعضنا بس بنا نظل نقاوم ونعارض لنرجع نكون عنا قرارنا ورأينا بكل ما يحصل بهذا البن طيب رجانة بنا نرجع على بكركة مع الزمين نخلع ضايمة يعني لكاءات من هيدا النوع ما أقول يكون في نتائج عملية كتلة نيابية إلى كل المعارضات التي لا تؤمن نعم أخطأ محمد راعد بهذا الوصف هون بدي وصف أنا اللي صاير بالبلد اليوم اللي صاير بالبلد فيه كلام تصعيدي متبادل من كل القوى السياسية ما حدا عم بأسر بحق حدا قبل الكلام النائب محمد راعد شعنا كلام كمان من قوى سياسية بموقع الخصومي لنائب محمد راعد عم تحكي فيه بمنطق أنه نحن لا نريد نعيش وأنتو أدنى مننا هذا الكلام لا يبني بلدا نحن هذه الخطابات التصعدي تعودنا علمتنا التجربة التاريخية أنه بتمرقوا بفترة بس يصير التصوية السياسية بيمشوا الشباب كلهم سوا بالصف وبسلموا على بعضهم قدرنا بهذا البلد وهي دي مش مثالية أساس فادي وانت بتعرف موقف مني قدرنا بهذا البلد أنه ما حدا يقدر يبني لوحده من دون الفريق السياسي الآخر وخصوصا إذا كان هذا الفريق السياسي له ببعده الآخر مكون مجتمعي أو طوائفي أو مناطقي إذا بدك فبالنهاية منطق الأستاذ إلي أنه نحن متماسكين هو أنا بقول لك وأنا بزيد إصرار على هذا الكلام إنه هذا كلام وطني مهم جدا لأنه هيدا القوى السياسية كلها سوى أو الشخصيات إذا بدك من القوى السياسية من هون ومن هون ومن هون اللي عم ترفع السقف رح تجي لوقت تقعد حول هيدا الطاولة طاولة هيك مستديرة ونقعد نحب بعض تحت هي شروط حضر الإستاذ إلي عم يحكي عن هيمنة عن احتكار القرار هيدا موضوع بناء الدولة يستحق النقاش طويل تفضل على الطاولة تفضل على البلد وإلا نحن مش قادرين نعيش معهم ما فيك اليوم تروح لتعالج إذا تجي بالمنطق ما فيك تعالج اليوم بالقطعة بدك تعالج سلي كامل متكامل اليوم الدولة أصرت بحق أبناء الجنوب تاريخيا بدك تطمنون تروح تبني دولة جيش ينتشر ترجع تاخد الدولة بكل مقاييسة وكل عناصرها وواجباتها بهذه المنطقة لا شعوريا أهل هذه المنطقة أحزابها مكوناتها فرقة تلتزم اليوم وتعتبر عندها حماية من الدولة ساعة أي حزب كان وأي فريق كان بده ينضوي تحت أرار الدولة وإلا يكون شاذ عن هذا الأرار بما أنه اليوم ما في دولة قوية عظيم قادرة متينة ما في قتلهم حدا رح نقش على الفكرة لكن من بعد جواب الأستاذ إلي ماروني حول هذه النقطة الكتائب لبنانية تقول حضرتك قلت هيمنة استقصار احتكار لكن تفضلوا إلى الطاولة تفضلوا إلى تنرجع على الدولة ككل وإلا نحن عنا خيارات أخرى طبعا يعني اليوم ما في خيار جربنا كلنا جربنا الميليشيات كلنا جربنا الفوضى كانت النتائج أنه خسرنا وطننا خسرنا أموالنا خسرنا استقرارنا اليوم كان من من زمان خيارنا الدولة الدولة تقاع ستمرض عديدة وهلأ وكأنها في حالة تحلل وزوال إذا الحوار من أجل بناء الدولة نحن عم نطالب باستكمال المؤسسات الدستورية حتى الحوار يكون فيه نتيجة والحوار يوصل إلى الهدف المرجوع وهو بناء الدولة عم نقل له انتعاول نقوم بوجبنا الدستوري وهو انتخاب رئيس الجمهورية هني عم بيحطوا لك شرط الحوار الحوار نحنا كلنا مؤمنين أنه وسيلة التواصل الوحيدة بين لبنانيين لكن الحوار الذي لا ينفذ ما بيوصل إلى نتيجة من 2005 إلى اليوم كم حوار من أصر بعبدة لمجلس النواب لعين التيني إلى آخره بالآخر يعني لما كان يطلع شيء قرار كان لا ينفذ وأشهر ما قولت بما أنك عم تحكي عن نائب محمد راعد باللوغ والشاب وميته لأعلان بعبدة يلي صدر بعهد الرئيس ميشيل سليمان يلي نحنا كنا بهذا الوقت كنويب عم نشوف أن الحياد هو دواء للوضع اللبناني لأنه نحنا ووجعوا رأسهم بالبحرين بتعلق عنا بمصر بتعلق عنا بسوريا بتعلق عنا بليبي بتعلق عنا وهلأ بغزة أخذونا على الحرب والدمار والتدمير غصبا عننا ونحنا بظروف مالية سياسية اقتصادية بعزلة شبه عزلة ما فيه فيه مبادرات هالمبادرات لنأجل السورة والفلوكلور بعض الحديد هلأ ما فيه ولا نتيجة مرجوة وإذا مصر عنا رئيس وحكومي وثم انتخابات نيابية واستكمال التعيينات العسكرية والأمنية والديبلوماسية البلد خلص والمؤسسات تتفرغي فمن هون نحنا منقلهم نتعاولا نروح كلنا على مشروع الدولة ولا فيه فريق يخسر كل الأفريقاء بتربح بعودة الدولة وكل واحد بياخد حقوقه وبياخد دوره لكن من عم يسمع هذا الكنان؟ ما حدا طيب ما حدا السيد عباس ظاهر ذكرت انه الدولة مقصرة بحق أبناء الجنوب تاريخيا عظيم لكن من الدولة من الـ 1990 من يمسك بزمام الدولة مش أبناء الجنوب وزعماء الجنوب هم الذين يمسكون بالدولة الدولة اليوم المؤسسات ما بدك تخذها اليوم والله لأنه رئيس مجلس نواب هو يعني الدولة أو رئيس مجلس وزراء هو الدولي أو رئيس الجمهورية هو الدولة لا مفهوم الدولة اليوم استاذ فادي مختلف ودليل على ذلك كل الحوارات الحوارات اللي صارت بالبرحة الماضية وصلت لنتيجة أو موصلت لنتيجة حول ما يسمى كان استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية نحن في عنا مشكلة عقيمة بمفهومنا ونظرتنا إلى الدولة أي دولة نريد هل الدولة اليوم يلي عندها جيش أوي تقدر تواجه من هو عدو ومن هو صديقة نحن للأسف من قبل الحرب اللبنانية كنا مختلفين حول مفهوم الدولة وكيفي البناء حتى إجاء اتفاق الطائف فيما بعد وصار في خلاف في تطبيق وتنفيذ والدليل على ذلك أنه اجتزئ موضوع التنفيذ واليوم في بنود أساسية من قانون الانتخابات منها إلغاء الطائفية السياسية منها مجلس الشيوخ كلها لم تنفذ وبالتالي ما فيك اليوم تيجي تقول نحن بهذه الحالة يلي قطع فيها مفهوم الدولة ومورست بالتوافق وتقطيع المراحل بهذه المرحلة الماضية تقطيع كل مشكلة المشكلة أنه هذه هي الدولة لا الدولة الحقيقية أنك تعمل جيش قوي الجيش اليوم قادر بتسليحه منتشر بما فيه الكفاية على كل الأراضي عدم الاتفاق اللبناني عدم الاتفاق اللبناني يا أساس فادي عدم الاتفاق اللبناني للأسف نحن خلافاتنا السياسية الديمقراطية لبسناها لباس وجودي لكل مكون وبالتالي من منع اليوم تأسيس الدولة كل القوى السياسية مجتمعة دون تقول فريق مخصه بمعنى آخر يعني اليوم لما فريق يرضى بالتسوي المؤقت والمرحلية مع الفريق الثاني وما يروح يبني دولة هو مسؤول وبالتالي نحن اليوم لما مناخد دستورنا ومنطبق فيه ما نشاء ومن ثم أنا بصوب على شيء وانت عشيء ومعالي الوزير على شيء نحن كنا من واحدة وتسعين حتى الالفين وخمسة في عنا في هلأ 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 أحسن ما نقول لالالفين وخمسة عندما عاد المسيحيين من الواحدة وتسعين للالفين وخمسة عادوا إلى السياحة والصقافة لماذا لم تبنى الدولة اللي حضرتك عم تحكي لأنه في فيتوات في مخاوف فيها واجس رح سميها هيك أنا بدقول لازم الكل يتفهم الكل فيها واجس اليوم عن طرف سياسي لسيما القوى السياسية المسيحية أنه إذا اليوم طبقت كل اكتفاء الطائف يكون على حساب المكون المسيحي يلي هو ضروري لوجود الكيان اللبناني مثل أيها بان مثلا موضوع قانون الالتخابات يكون دوائر موسعة حتى ما أقول لبنان دائرة واحدة يكون دوائر موسعة مش بهذا الشكل اليوم الموجود فيه ثانيا مجلس الشيوخ مجلس النواب ما يكون طائف مجلس الشيوخ يكون للطوائف ثالثا موضوع إلغاء الطائفية السياسية أو دراسة التواجه لإلى لحتى نمنى دولة مدنية قامة على أسس حقيقية ولا يساء على أسس طائفية لأنه بس تحكي بمعايير طائفية صار في فيتوات صار في حسابات هون وهم نسف تفهم الدولة الطوائف الأخرى تقبل بإلغاء الطائفية السياسية بشكل جديد هذا يحتاج إلى حوار حقيقي بالجوهر لكن أنا عم بتهم قوة مسيحية أن هي التي لديها هواجز بعدم ويمكن محقق تبهوا يمكن محقق أنا اليوم بدك تفهم لهذه الهواجز بدك تحكي معه بالحوار وبالعقل وبالمنطق كل القوة تحكي مع بعضها ويمكن ما بتتم بيوم واثنين وثلاثة بدى فترة بس هاي المعالجات المؤقتة وصلتنا إلى ما وصلنا إليه والكل مسؤول نحنا كان مطلبنا دايم هو تطبيق كامل بنود اتفاق الطائفة اللي هو بيوصلك كمان إلى إزالة كل السلاح الغير شرعي نعم وأنت اليوم اختصرت الأمور بملفات بتنحل بلحظة ونسيت الملف الأبرز هو بملف سلاح حزب الله كل طولات الحوار كانت موجودة من أجل هذا السلاح وأنا من يلي شاركوا بجلسات حوار بعين التيني على مدى أربعين جلسي وأنا كنت بمجلس الوزراء وكنت أعرف النقاشات اللي كانت تصير وبمجلس النواب فإذا اليوم فيه دولي وفيه دويلي والمشكلة الرئيسية هي إنه الدويلي ألغت الدولي وعم بتحل محلها بكل الميدين الأمنية الاقتصادية السياسية العسكرية لو طبقنا اتفاق الطائف بكل بنوده كنا بألف خير دهلك من يمنع اليوم محافظة كسروان أنه ينعملها الصيغة التنفيذية المسيحية عم يمنعه الشيء؟ من يمنع أنه محافظة عكار يكون عندها كل الصلاحيات المنوطة بها بعلبك الهرمن كل الصلاحيات المنوطة بها صار فيه عندنا محافظات شكلية لكن اللي بييدون الحل والرابط عم يمنعوا التنفيذ وبالتالي لما جينا على قانون الانتخابات طرحت كل أنواع القوانين بالعالم من الصوت الواحد من القانون الأرتودوكسي من الدوائر الوسطية من الدوائر المساقرة إلى أن اتفقوا حزب الله والمستقبل والقوات والعونية وقتها على غدال عمل أطشق إن شاء الله ما ينقطش إن شاء الله نخلي اليوم نخلي مع غبطة البترك خلص نخلي اليوم مصمم أنه ينخل الحلقة بس كان عم يقول غبطة البترك نوجه نداء لكل المسيحيين كي يكون الأحد المقبل اليوم صلاة من أجل أحلال السلام في جنوب لبنان وغزة تفضل كافي شفت أنه نحن مش نفطاديين أنا قلت لا أنا قلت أنا قلت أنا قلت أنا شهيت مجروحة بهذا الموضوع أنت بتعرف الكلمة أنا كنت أطلع مع أستاذ عباس بحلقاته نتوافق لدرجة الملل نتوافق يعني ولا مرة اختلفنا عشي أنت رجل حواري رجل حواري ونحن مناطقيا كمام نحازل بعضنا فإذن يا أستاذ فادي المشكلة بالدوائل اللي حلت محل الدولي المشكلة أنه منا نطبق قوانين أو منا نعمل قوانين وبذات الوقت مفرغين الدولي من رأسه اللي هو رئاسة جمهورية والمشكلة أنه بدهم يدعونا إلى الحوار لكن بدهم الحوار بشروطهم هنه أو بتجوا تنتخبوا اللي بدنا إياه أو ما في وفاق وبيحطولك هكي سيناريوهات منجتمع سبعة أيام بجلسات مفتوحة منرجع من روحة الانتخاب المشكلة هي اليوم فراغ المؤسسات لأنه نحن بحاجة إلى حكومة شرعية مكتملة المواصفات عندنا حكومة غير دستورية عندنا حكومة غير شرعية لأنه أنا بتذكر آخر مرسوم للرئيس ميشيل عون مع أني مش كتير بتأيد مرسيمه بس آخر مرسوم هو قبول استقالطة من تصريف الأعمال أو منع من تصريف العمل يعني لا يوجد أي دستورية لوجودها طيب إذا لا يحدث في رئي جمهورية كيف نعمل حكومة وإذا لا يوجد حكومة لكن الانتخابات البلدية والاختيارية 40% من البلديات فارغة بالموت أو بالاستقالة أو بالحل فإذا نحن بحاجة إلى أكمل مؤسسات دستورية ثم نروح فيه بدستورنا خلل كبير مش معقول نظل نقبل أنه بعد كل انتخاب بعد كل انتهاء وليت رئيس أنه نقضينا سنتين ثلاثة بهذه الوضعية وضعية الفراغ مش معقولة كلمة كلة في رئيس حكومة بتشكيل حكومة ننطروا سنة سنتين ثلاثة اللي يلاقي التوافق حول تشكيل الحكومة ومش معقول كمان أنه واحد يحتكر تطبيق الدستور لحاله بمجلس النوار فإذا كيف كيف عم تبرمها بدى معالجة بدى تطوير للدستور بدى تطوير لاتفاق الطائف لكن هاي الشي بيكون مع اكتمال المؤسسات يلي بدون يشرعنوا ما يتم الاتفاق عليه أما الحوار فبرجع بأكد الحوار هو بيكون بدون شروط حوار نحو هدفية اليوم قبل الانتخاب الرئيس شو بنا روح نعمل بالحوار ما زل ما بنفسه الحوار إذا الحوار تعاولت وافقه على الوزير السلامية فراجية أو فلو يعني ما زل قبل ما تعطي رأيك كأنك وافق على الحوار أو لا بيبلغه الحوار كنا نحكي عباس فليكن توافق على الشيخ سامي جميل كلهم كانوا مسؤولين عن ما وصلنا إليه اليوم المعارضة الكتائب يعني الفريق المسيحي طبعا نحن نلعط بدون شروط لنعالش معا منقول كنا اديسين اخيي مرحلة ومضيت نحن كان عنا ميليشيا لقاين إنه الميليشيا بعد اتفاق الطائف بعد اتفاق الطائف شو كان عنا السياحة الثقافي شو كان عنا شو عشو عطونا ما كانتوا موجودين مش موجودين ما كنا بالمنفى وبالسجن وكنا عم ناخد حقائب بلا موازنات من خبرك قد مبدأ مع أنك كان فعال بسي مع أنك كان فعال كلا لما استدعاني رئيس سنيورة أنا ونزل على بيروت قلت بقلبي إن شاء الله السياحة ها بتجيب مصاري للدولة ما رح تشيل للدولة قعدني سنتين بوزارة أفش مكتب للوزير تقعد عكرسي فيه أعطيك مسألة قصية اليوم يا أساس إلي أنت كنت موجود بالحكومة ووزير السياحة بعد ذكرت الناس بلبنان جزء كبير مرتبطة وزارة السياحة بإلي ماروني أبهيك صراحة ليه لما كان عندكم دور فعال بالشخص وبالحزب ما كنتوا لعبتوا هدو هلأ بغضب فيه أمش بالدستور أنا أستاذ فادي بس إذا تسمح لنقطة كتير أساسية هذا البلد حلهو بكيانيتو بالعشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين بلبنان وطن نهائي لجميع بنية وهي المقول اللي طرح الإمام موسى الصادر بالسلعين الكلمة في عاشية هيدا حل لبنان رح قل لك أكتر من هيك المسيحيين هني رون أهد البلد هني حضرته هني وجدانه الحقيقة هني تنوعه هني وصله مع الغرب وشارقه بكل اتجاه أنا اليوم أي موقع كنت فيه بأي طايفة وما أمثل ومن أمثل لا أستطيع العيش في بلد مثل لبنان اللي وجدت فيه مسيحيين بقل لك ومع الدور ومع الدور الفعال الأساسي الريادي بهيك موضوع بالملف بالبلد هيدا أمر مسلم فيه جدلا وإذا حتى المسيحيين أرادوا الانفصال اليوم أنا وأمثالي سنمنع هيدا الانفصال مش بس حبا لإلن ومصلحة لأنه هذا البلد بده يظل بهذا النسيج الواسع ومصلحة المسيحيين وكل الطوايف يكونوا بهذا النسيج لأنه هيدا ما يميز لبنان وإلا رحنا على محل تاني صرنا مثل دول ما بدي سميها موجودة بالأقليم وخاجر الأقليم محمد رعد انت لأ من وحي كلامك اللي أنا بندي لك التحية لا لبنان بدون الشيعة ولا شيعة بدون حزب الله خلينا نحطي نحن ما عنا خلاف مع حزب الله السياسي مع النواب حزب الله مع وزراء حزب الله مع ماردنان مش هون السياسي لكن لا دولة مع الدولة ولا سلاح إلا سلاح شرعي اللبنانية شي حزب الله بلا سلاح أكيد ما كان فيه كتائب لبنانية مع السلاح وقوات لبنانية مع السلاح وجينا تعيشنا مع الدولة وسلمنا كل شيء لدرجة أنه نحن الوحيدين اللي بيلقاطونا على حاجز إذا معنا مسدس بيدون بطاقة وبننصاع لأنه نحن مشروعنا بناء الدولة مش لأنه خايفين كل واحد بقدر يعمل شغب مطرح البدو والشباب كلها محقوني من الصيف والشتي تحت سقف واحد لكن هلأ بيمرق واحد على حاجز معه سيارة في مي بكسروا له إياها الدرج بيمرق موكب لحزب الله بيمرق موكب لحزب الله بالسلاح و بالفمي و بدون وراء بيمرق مرور الكرام فإذا نحن بدنا دولة دولة قانون دولة عدالي دولة مؤسسات لا صيف وشتي تحت سقف واحد وهذا اللي يعني ممنوع الدولي ما خليتني كامل بهذا الإطار عم بحضر لك هيدا النسيج هضمون هيدا النسيج استاذ فادي اليوم بتكامل مع بعض البعض ممنوع عزل أي فريق سياسي لبناني وهيدا الشعاري اللي رفع أنا ذاك ضد عزل حزب الكتائب بداية الحرب لما رفعوا الإمام صدر عم استذكروا كتير بمعنى آخر اليوم القوى السياسية بتقدر تختلف مع بعض البعض بالواقع اللبناني المسيحيين غيبوا أو غابوا عن لبنان بفترة من الفترات ما قدر نهض لبنان ومن ثم احتجنا لمصالحات في مرحلة ما بعد وشركات لحتى نكمل بهيدا البلد عم بيقول على مستوى السياسي هيدا البلد للكتائب بيقدر يلغي حزب الله ولا حزب الله بيقدر يغي القوات ولا القوات بيقدر يلغي الاشتراك ولا غيره وبالتالي ما بتعمل بدك تقعد عطاولي وتحل عندك بديل مش قادر يفرض عليه ولا قادر أفرض عليه بنا نحكي هل حزب الله يستطيع أن يبقى من دون سلاحه هل يستغني حزب الله يوما ما عن سلاحه ومشروعه بالنسبة لبيئة واسعة اليوم تتعاطف أو تتبنى أو تحضن حزب الله ما عند أمان مع بالجنوب مع العدو الإسرائيلي إلا بهذا السلاح عندما يصبح لها الأمان شو حاجة السلاح عندما اليوم تبني دولة حقيقة تقدر تدفع عنك تتبنى استراتيجية دفعية واضحة شو حاجة السلاح لا لا بد أسألك شو حاجة السلاح أنا عمقلك ما في إله حاجة متل ما قال النائب وليه جملات مرة بيصير خردة إذا ما اليوم ما في إله حاجة خلص ما هني مشكلة إنه عم يخلقوا له حاجة كل مرة إذا علقت بلتلك حدا قرب عليك بيزحلي شيء يخيي حدا قرب عليك بالانتخابات حدا قرب على حدا قربوا على طيوني قربوا على بيروت قربوا على جفا شو نتائج شو نتائج شو نتائج يا أساس فالي لا لا اليوم شو نتيجة الحرب بعد 8 قطو ما حدا إله مصدر حيكسر حدا يا عم اليوم في فريق سياسي بيجمد بلد بحاله وفي مجلس وزراء ما بيجتمع لأنه في قوى سياسي ما بده تحضر اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ما عم بتتم لأنه فريق ما عم يتوافق مع الأساس في كل فريق عنا نحنا بإسم المكون الطائفي بيملك ذاته بيعطل كل شيء بالبلد ما حدا مؤثر بحق حدا عزيب على شيء طيب السلاح 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 أنا 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 مني عم دافع ولا إلي علاق ولا إلي حزبي بحزب الله ولكن السلاح حزب الله لهلأ هلأ حاجة باللسل لطاعة الشعية صح لا لا ما كان له في الداخل اللبناني لم يستخدم لن يستخدم واليوم بتسمع كل قوى سياسية بتعاني بخلي ندع لك بالنظام أنا رح سمع لك أنا رح سمع لك سمع لك أنا رح سمع لك يلا أول شيء استعمل السلاح بالداخل ما حدا بيقدر يلغي واقعة تاريخية حصلت بسبعة أيار أكي استعمل السلاح بالداخل اثنين كل يوم تجينا معلومة عن وجود السلاح بالجرود جرود المناطق المسمات مسيحية هي معش معروف مين المسيطر عليك أنه جيش اللبناني أو الميليشيات مبارح كنا عم نقرأ أنه بالأرض بين ودي العرايش وقع الريم وبين قع الريم وصنين ملينة معسكرات لحزب الله مبارح المطار الهزة بغد النظر عن الغاية من خبرية المطار بغد النظر كأنه في شيء أو ما في شيء بس ما في دخام بالنار فينا نلغي فكرة أنه حزب الله مسيطر على المطار ما فينا نلغي بالزمنة أنا طرحت على أحد كبار المسؤولين بالدولة اللبنانية تعاون نفتح مطارية قال يامحنا بيروت بيروت بعدها مخلوطة القصة بس منطقة ريئة ونيكل هاي مني مطلقة لحزب الله فلذلك هلأ منر عليهم للحل قصة المطار لو عم نطلع من الموضوع روح على الإقليعات وهي التقاطع العملو المعارضة حول جهة أسعور يعملوا تقاطع مع بعضهم حول فتح مطار الإقليعات لأنه نحن عم نخسر من سيحتنا من اقتصادنا من أمنا صرنا نفسنا نروح على المطار إضافة إلى الفوضى العارمي اللي موجودة بالمطار اللي عم نشوفها على الشاشات مش عم نخترع شي من عنا فإذا السلاح ستعمل بالداخل اثنين كيف بيرضى حزب الله يحل المسألة البحرية الحدود البحرية سواء عبر وسيط أو دون وسيط وكلنا منعرف لو لم يوافق حزب الله على الحدود البحرية ما حصلت طيب معناتها أنه هو يوافق على الحل يخير حسميه الحل التهدئة مع إسرائيل لايش أبدوش يهدي كمان جبهة الجنوب اليمن ما هي هادية لا هادية بيناتهم هايش أبدوش يهدي هالجبهات ليش أنا إذا علقت باليمن بدي أدفع التمن كالبناني سواء كنت شيعي أو مسيحي أو سني مقدفة ليش أنا بدي أدفع التمن الاقتصادي ليش بدي أدفع التمن الأمني أهم شي أنا عم بنعزل عالمياً أنا عم بنعزل عالمياً يعني نحنا مرة تاني خطة تاني للمطار مثل هاي بيعزلونا مطارات العالم كلها لأنه هيدا مطار يعتبر مطار إرهابي ومرفق بيروت تفجر ولو التحقيقات مين مهيمن على القضاء أنا؟ ليش؟ مين هدد القضاء؟ نعم مين هدد القضاء؟ عم بيقول لي ما عم يسلهم أنا ماشي أنا كنت بالعدلية كمحامة كنت لما إجابة صفاء هدد وهيدي طلعت الديني كلها طلع وفق صفاء نفى طلع نفى وقت الراحلة عند القاضي البيطار وهددوا ليش وقف القاضي البيطار عند حياته وبرضو أنا بلوم القاضي البيطار لو شو ما كان لو من بيته يطلع الحقيقة نحنا مشكلتنا بهيدا البلد عطول من نغفل الحقيقة ومنتركها وممنع لنا للعالم تعرف الأمور مثل ما هي عندنا مشاكل عندنا انفجارات عندنا قتل عندنا موت عندنا انهيار عندنا سرقا عندنا فساد ومحد عم يحكي شي بيحكوا بالموضوع وبينسو تيني نهار فإذا مين مين اليوم اللي عم بعرقل بشكل أو بآخر كمين قضية النزح السوري تعرف أنا مش من باب الدفاع على حدا بس من خلي نوصف الوقاعة كما هي بكل شفافية برجع المفهوم الأساسي اليوم الدولة هي الأساس بناء الدولة هي الأساس ولكن أنا في قوة سياسية كل ما غيبت نفسها عن القرار وقفت برة تبكي على الأطلال ستخسر المزيد القوة السياسية ومنهم الكتائب حزب القوات بالدرجة الأولى ومن ثم هلأ التيار الرباطين الحر بيتحملوا مسؤولية غيابهم عن الدولة وأنه قاعدين مع تكفين على جنب بإسم المعارضة سمح لي بس لما بدك تكون شهد زور أنا اليوم بتمسك بكل دور بس لاش عم تستخدم غيبة ليش ليش حتى أنا بدي سلم جدلا لا موافق كثير على كلامه بهذا الموضوع المطار ليش تارك اليوم مجلس الوزراء ليش تارك القرار السياسي وفريق لواحده إذا فعلا هو عم يتصرف في هذا الإطار تاركو يتصرف مجدوح بتشارك القرار السياسي المعارضة ما بتكفي خربط الوجود المسيحي واحتكر التمثيل المسيحي وجاب اللي بالدنيا وما بقى في رئيس لا تخلص من هذه الحكومة البترة يعني هاي حكومة شو عم تعمل هاي حكومة عم تزيد خراب والله منيح الموجود يا أحلى ما كنا بفراغ يا أساسي ما نرد بالسيء لأنه شأنه نعمل اليوم عم تحملوا مسئوليات الشباب لو ما فيه شو منعمل من روح على هذا شو هم تعمل شو هم تعمل خلان نحكي خلان نحكي أنا اليوم بدي أعمل عملية ناقد لفلان وفلان وشو منعمل هذا البلد بدو حدا يتحمل شو هم تعمل شو هم تعمل برأيه. فلان بده فلان يحييي لك رأينا ببساطة على حوار على رئيس مهورية ولو ما عنا دستور وعنا أنون خي نزالوا على الانتخابات ومين مقرر يمكن نحن تاريخنا على صداء تاريخنا القريب عصداء مع الوزيز السلامية فرنجية وابنه. لكن مش هون مشكلة السلامية فرنجية لا مشكلة الخط السياسي يمكن الشيخ سامي جميل يكون الحال. ليش مفلوط روح الشيخ سامي جميل يستحق يكون رئيس مهورية تقبل القوى السياسية لحظة لحظة تقبل القوى السياسية المسيحية تقبل القوى السياسية المسيحية بالشيخ سامي جميل بيقبل الدكتور سامير جعجع بيقبل الدكتور سامير جعجع بالشيخ سامي جميل بيقبل الوزير بيقبل الوزير الفرنجية لا 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 سمح الله في أربعة ببكركة من هون فرنجية الجميل جعجع وهلأ جبران رسيل إذا واحد من هنا بيترشح لازم تلات يدعموا الآخرين هل أي واحد من هؤلاء الأربعة إذا ترشح بما فيه من شخصا من جميل يقبلوا ثلاثة الأخرين طرح الشيخ سامي النظرية وبعتقد أفضل منها بيتنحوا الأربعة بيفتحوا المجال لرئيس ما عنده خلفات مع طرفين البيضة ولا جيشي قبل هل أنت عم تطرح فتنة أنا بالعكس أنا هذا البلد قلت لك هذا البلد ما بيتعنا ضد الفتن فيه بأي أن كانت وحتى اليوم أي مكون بأي عنوان لازم المكون الثاني يتمسك فيه سلام لبنان واستقرار وهو أفضل وجوه الحر حتى مع اسراء عندهم قواعد السلاح والدولة باتك تحط اليوم ما عاد فينا ما عاد فينا جزء المسكل اليوم من بعد 8 أكتوبر لا أحسن شعر لا أنا عم بيحكي على المياه حضرتك عم تأخذ الروايات نونو الباكتش كاملي كلها سلي كامل هيك كله محبوب اللولة كامل سمح لي شوي سمح لي كل واحد بيشوف برئيس حزبه هو الرجل المناسب وسامي جميل هو الرجل المناسب لأنه نحن نعرفه عن قرب نعم ونعرف خطه الوطني ونعرف الوحدة الوطنية اللي عم يحكي فيها نعم لكن اليوم الظرف السياسي ما بيسمح نفوت بهذه المعادلة لأنه إذا قلت له لك الرئيس حزب أنت ترشح معروف اليوم أنه في التفاف السناء الشيعي وحلفاء وإذنهم حول ترشيح الوزير الفرنجي بينما هو ديكي لا بعض الحلق إذا بدك ترشحوا كليتون يعني الصمت الأصوات ووصلوا للبدونية السناء الشيعي وهذا اللي هدف إله لوزير الفرنجي من طرحوا وقت اللي قال هيتلا نترشح كلنا والبي يخد أكتر يعني طرحوا شو بريء أو مش بريء لا طرحوا فتنوة أف هاي اللي عم قولوا لكن أنا بدي أقول لك شي نحنا اشتغلنا بالسياسي من فترة طويلة قليني يكمل لأ أرجو بدنا دولة بدنا قانون بدنا عدالة بدنا مؤسسات بدنا وحدة وطنية بدنا سيطرة الشرعية اللبنية على كامل الأراضي اللبنية بدنا مكافحة الفساد بدنا أنه الرجل المناسب بالمكان المناسب مات بشير جميل وآخر كلمة كان عم بيقولها بتلفزيون لبنان الرجل المناسب بالمكان المناسب أعطيني حالي من هالحلول نحن واقفين بوجة إصلاحة واعطيني بالطرف الآخر شو عم بيصير بهذه الملفات محاربة الدفاع الدفاع عن الفاسدين الرجل غير مناسب في المكان الغير مناسب كمان لا انتخاب رئيس إفراغ المؤسسات العزل لبنان عن محيطه مبارح مبارح كنا فتنة بمشكل كبير مع أبروس هل تفت تنكر أنه أنا وياك لنا أصدقاء مشتركين نعد عندهم سألهم أداش عندهم بيعرفوا ناس وهني عندهم أملاك بأبروس طيب صارو 40% من اللبنانية عند بيوت عند مؤسسات عند مصالح وأبروس انت الخمسة السبعين لما لما كنا نحنا هون عم يتدمر رأسنا استقبل كل اللبنانيين كل اللبنانيين بدون تمييز بن أي طائفي وآخر مبارح زلت الثان بدي أعتبرها هني رجوعوا صلحوا أنه زلت الثان كنا فتنة فتنة مع أبروس طيب مع سوريا في مشاكل مع أبروس في مشاكل بالبحر في مشاكل مع إسرائيل في عدا مع العرب مع الخليج مع شتائل عننا السعودي زعلاني مننا الأمر كان بدون مصالح ون الفرنسوية ماشية مع طرف ضد الآخرين طيب شو بعد فيه شو بعد فيه وين الدولة تسمح لي بس أساس فادي فصل بهذا الموضوع أول شي موضوع المطار بسك بشكل سريع أول في المطار يعني جه المسحة ما بيستوعب هذه الصواريخ الكبيرة وعبره كلنا منعرف نحن بفهم بالعسكر ولا ما بفهم محطوطة بالجبال والوديان وبعرف هذا الهدف نحن واجبنا اليوم بدقون بنفس الدوري اللي علمنا مع علي الوزير أنه نحن نضلنا مروجين لها لبنان السياحة إلنا مصلحة على المصطوى الاقتصادي السياسي الاستثماري المطاعم اللبنان يضل هذه المساحة اللي تجمع راتم كل شيء لبنان لا حتى يجو العالم وما إلنا مصلحة اليوم ما إلنا مصلحة اليوم بطريقة أو بأخرى نساهم تحت عنوان النكايات والمواقف السياسي من هون من هون نظر بمصلحة بلدنا هذا أولا لبنان آمن الحياة في مستمرة ما في حرب رح تتوسع بالأفق القريب أقل من هون الانتخابات الأمريكية بالدرجة الأولى وهي دي بنقل على معطيات وهي دا تصعيد من هون ومن هون بعتقد رح يظل مستوعب كما الشهور الماضي شغلة تانية نحن بدنا نحكي بطريقة علمية كتير وبيت وانت أخطأتهم نحن كلنا قوى السياسية أخطأت كل واحد على أده ليه لأنه في اختلاف برؤية موقعية لبنان جغرافيته السياسية تحالفاته تفاهماته وهذا الشيء منه جديد أستاذ فادي هذا الشيء حصل حتى أيام الرئيس كميل شمعون وحلف بغداد ومع إزنهاور هون وضد إزنهاور هون وبعدين جينا على مراحل وفطنا بالحرب اللبنانية للأسف نعم على الكيانية وب43 بالمثاق الوطني بس أنا بدي أقول أول شي نحن نفتقد اليوم للأسف بشكل عام للرجال الدولي المسؤولي ككل عم بحكي كما كان يحصل أيام الشيخ بيال جميل أيام الرئيس كميل شمعون يلي لما لقوا في خطر على مقام رئاسة الجمهورية المحسوب للموارن راحوا سيرع وانتخبوا سليمان الفرنجية ليس رغبة وإنما للحفاظ على هذا الموقع وتحالفوا معه وكان سليمان الفرنجي أنا زيك بالجبهة واستمر معه وهو أول من دعا مسيحيا لتأليف خلايا ضد وانتبه وانا من أخذها أنا رأيت كتاب الرئيس أميلي جميل المذكرات وكتير لفتتني الرئاسة المقاومة عن جد بدعا الكل يقرى هذا الكتاب جدا مهم فيه إشياء تكتشفة بالوسائق البدي يقوله اليوم نحن في عنا مشاكل جوهرية هذا البلد بده ورشة كاملة متكاملة بما فيها موضوع السلاح مش فقط موضوع السلاح بما فيها موضوع السلاح أنا اليوم كلبناني تعنيني الدولة القوية وليس سلاح فريق مهما يكون هذا السلاح ولو تحت عنوان المقاومة نحن بحاجة لدولة قوية هاي دي الدولة بتعمل لها ورشة تنظيمية كاملة متكاملة بنوايا صادقة بعيدا عن التأثيرات الخارجية بما فيها المحور بدك أكتر من هيك لحتى نرجع نعود دولة على أساس كامل تتعاون تتحالف تتكامل مع الوسط الدول العربية المحيطة وعلى أس الخارج وسوريا والعراق لأنه نهول دولنا التي ستساعدنا ما في إلنا غيره هذا الوسط العربي ساعدنا بكل المراحل ما فينا نعمل قطيعة مع الدول العربية بدءا من سوريا للعراق لدول الخليج دولة وردولة من السعودي للإمارات للكويت يلي ساعدونا بوقت الأزمات وبعضهم بيقفوا حدنا لو هلأ البعض منهم قاعدة عم يتفرر شوي أو ما بدوا يتدخل بس نحنا عنا أمل كتير كبير فيهون ونحنا ما فينا نعيش من دون هيدا الوسط العربي وهيدا البيئة العربية هيدا كلام واضح وصريح على هيدا الأساس من روح من من دولة جاهزين كلنا سوا الفريق اللي زي يرفض أو يعارض يعارض بيصير برات اللعبة بريك أصير ونعود لمتابعة المتابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم ديوفي الوزير السابق إلي ماروني والصحافي عباس طاهر ما علاش بنا نطرع عليه السؤال بس حدد له الوقت حدد له عندي بعد ثمانة داية كل جواب عندي ثمانة داية كل جواب بدقيقة لو سمحتو لماذا الشيخ علي الخطيب لا قاطع لقاء بكركي اليوم صراحة ما ما طلعت على الموقف شو في أسباب ومبررات لهذا الموضوع بس باعتقد له علاقة بالمواقف اللي صدرت من بكركي بالأون الأخيرة بتتعالج آخر شي لازم يصير في اتفاق أو طوافق أو تواصل طول عمره موجود بين بكركي والمجلس الشيعي الأعلى وبالتالي يوصلوا على حل لأنه هذا قدرهم بأنه هي أدمى هلأ صار فيه شوية تعطب من هنا ومع ذلك بتتعالج ما لازم تأخذ أكتر من هيك معالي المزير يعني وكأن حزبة الكتائب يخطو خطوات متقدمة على صعيد الاستحقاق الرئيسي شفنا اللقاء الكتائبي مع الرئيس نبيه بره بعد هالتشنج لو في حوار ما نروح على الحوار بشو هدفه لوين بتكون توصلوا أول شي حسب الكتائب مش منقطع عن أحد ولا عنده عدوة ما حدا هو عنده موقفه من الحوار العميد عقله بشروط مش أنه مقاطع للحوار والعلاقة مع رئيس برري معروف دايما أنه كانت العلاقة مبنية على الاحترام والتقدير وعلاقة جيدة يعني هلأ في خلاف بالرأي السياسي أكيد بس أفش خلاف مع شخص الرئيس نبيه بره وممكن نتواصل مع كل الأطراف وبكرة أمين عمجي مع الدول العربية بكفية وكل الوفود اللي عم تيجي على البنان عم تطلع بكفية وعم يلتائم على الكل وعم بيحاول يكون صلة تواصل أول شي لتوحيد المعارضة وهيدي شي مهم مهم جدا لتواجه فيها تعنت الدولي والمنع من انتخاب رئيجمهوري اليوم بدأك توحيد حالك لحتى تقدير تواجه حزب الكتاب عم يلعب الدور اللبناني المطلوب منه اللي كل عمره هو دور وطني لبناني على كل الصعود لتوحيد المعارض بعد المعارضة مشتتة يعني ما شفنا عطعنا أشواط عطعنا أشواط بس على أي أساس لش بعد كون هيك على شو لأنه المعارضة اليوم هي أفريقاء متعددين أحزاب متعددة وأشخاص متعددين قدروا عملوا التقاطع بمواقف عديدة وأهم الاتفاق حتى مع الوزير باسيل ونوابه قدروا عملوا التوافق حول ترشيح جهاد أزعور إلى رئاسة الجمهورية وعندهم موقف موحد ضد ترشيح الوزير سلامان فرنجية بما يرمض إليه من خط سياسي قد يعرض لبنان لعقوبات عديدة إلى آخرها فإذا هناك أمور يتفقوا معا يلتقوا ينسقوا لكن لحديث هل أعلن جبهة وحدة لا أعلن جبهة وحدة وثنين هناك ظاهرة في الحياة السياسية أن كثرة المبادرات هذه المبادرات التي رأيها طفرة من أسبوعين الاشتراكي والطيار وقبل كان طفوة الأعتداء تسويت الأعتداء أعوان وصل أعوان وصل لا أتوصل على مطرح لأن المرض معروف وين الداء معروف وين التعنط معروف وين المشكلة عند حزب الله مش مشكلة نلتقي ببعضنا البعض من إحنا متفقين أنه بدنا دولي متفقين بدنا رئيس متفقين بدنا سلطة متفقين بدنا حكومي بس المشكلة أنه حزب الله يا بتعمله مثل ما بدي يا ما بدي هذه عملها معنا ثلاث سنين وقت الفراغ قبل انتخاب العماد ميشيل عم رئيسا للجمهورية مشت النظرية اللي قالت أنه أفضل من الفراغ ونحافظ على موقع الرئيس انتخبنا الرئيس مشيل عون جتوا فرصة ذهبية للرئيس مشيل عون لا يكون أقوى رئيس يمكن بتاريخ لبنان طلع بالنتيجة أضعف رئيس بتاريخ لبنان وهذا الأعمال تبعه وإنجازات عهده هي اللي بحكم وشأنا اللي بحكم معني أنا على الصعيد الشخصي بحبه لكن ما أدير ما أدير دير البلد ووصلنا لهن وفل وترك الفراغ بالأصر الجمهوري ترك الفراغ ونرجعنا لنفس الأسطواني يابتن تخبص لما في الرئيس تعوى الحوار نحنا مرشحنا اسلامية فرنجية نحنا ما بنتراتب أنا إذا أنت معني إذا أخذ قرار نهاية بدك اسلامية فرنجية أنا شو بدي حاورك شو بدي حاورك هل 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 هده وقت حوار لنحكي بفاصلة أو نقطة من تعديل الدستور أو تطوير الدستور هل في عنا فراغ عم ينجر كل مؤسسات البلد إلى فراغ اليوم في مشكلة يعني بتعتبر أنه حزب الله لا يريد انتخاب رئيسة الجمهورية هو مرتاح اليوم هو عم يحكم البلد وعم وهو اللي كنا نحذر منه دايما بكل مقابل وكل حديث بكل موقع أنه قراري الحرب والسلم كانت مبهمة القصة اليوم قراري الحرب والسلم في حزب الله حتى لدرجة أنه أنا برأيي لما عم يجوا المفادين الدوليين الكبار عملتق الرئيس بري أولا عملتقه كمان بصفته ممثل عن حزب الله بهذه المفاوضات لأنه هو العمين نقول للمجتمع الدولي هذا الأمر لأنه بيقلوا لك شو بدنا نحكي معها وها وها مدام القرار من أرهونك قراري حزب الله تاب قبل أن أروح هذه النقطة تاب أسألك لك نريد أن نارذر في هذه الدول تحكي مع صاحبة المفوضة على الأرض دائما لأجل ذلك أنا كانو يعطي لماذا أريد أنه يغيب أي فريق نفسه عن الساحة بسيئة مع رئيس الحكومة الرئيس الحكومة لا 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 رئيس الوك rim لا وقائد الجيش لا لا وقائد الجيش على سبيل المثال أنا بعرف حتى الحديث مع قائد الجيش إن كان بواشنطن أو كان ببيروت ما كان حديث فطفاض لا بيحكم معه صاحب قرار لا بيحكم معه صاحب قرار لأنه اليوم النفوذ على الأرض هو يريد يفاوضوا آخر شيء من يملق القرار بالجبهة هذا المنطق ومن أعطى القرار لرئيس النووي القرار اليوم بالجبهة بمعنى النفوذ على الأرض تحددته قلت لك برجع قلت لك غياب الدولة لا نفوذ نرجع بهذا الجدل وصلتنا إلى ما وصلنا إليه أما اليوم موضوع أنه فريق سياسي يتحمل مسؤولية رح نضلنا نحكي في سنة وسنتين وثلاثة وأربعة هذا الفريق السياسي نفسه كان التيار الوطني الحر أقرب مني لحزب الله بالانتخابات الماضية لما كان مصلحته يجيبه رئيس جمهورية وهو التيار الوطني الحر يلي كان مع حزب الله وجمدوا البلد وقته كما يقال سنتين ونوص لحتى إجا الرئيس ميشيل عون هو اللي شجع على هذه التجربة أنا برأيي وبالتالي رحنا بهذا المسار لوصلنا فيه إلى موصلنا إليه بمعنى آخر ليس مكون طائفي أو مكون مذهبي أو مناطق هو مسؤول هو المكونات السياسي طيب بتطرح لك سؤال أوقات بتكون تيار وحزب الله أوقات تحزب الله وحزب اشتراكي اليوم كتلة الاعتذال طلعت من عند الرئيس نبيه بري قالت نحن أخذنا كتلة ما عليش بدأرجع لورا شوي ونحن عم نشغل على الخيار الثالث في سياق معين يعني في بروسس معين ما نوصل عليه لكن الرئيس نبيه بري رجاء ظهر مننا السؤال المطروح اليوم هل الرئيس نبيه بري قريب من الخيار الثالث وهو ملزم بالفيتو يلي وضعوا حزب الله لا رئيس إلا سليماني فرنجية ولا يستطيع الخلوج من هذه المعادلة سؤال أول شيء كل السياسيين المحنكين بيكونوا براجماتيين بالتعظيم خصاً بوضع مثل لبنان ما فيك اليوم تيجي تقول بلق وما بيطلع عن هذا البلق هذا لبنان علمت نهي إلى الآن ثانياً الأهم من هذا وكله اليوم الفريق الذي يدعم اسليماني فرنجي يضع الكرة في ملعب اسليماني فرنجي طالما اسليماني فرنجي مرشح لن يقوله لسليماني فرنجي نحن رح نبطل ندعمك عليكم أن تقنعوا اسليماني فرنجي أن ينسحب المشكلة بتصير أنتوا معكم وبين صديقكم يقال أن البطرة كراعي أنعه هلا إذا هو تقنع اليوم كل الذين تحدثوا مع اسليماني فرنجي قال لهم أنا مكمل وما رح اتراجع بهذا المعطى فبالتالي الكرة في ملعب اسليماني فرنجي لو اسليماني فرنجي المسيحي المتشدد أباً عن جد مسيحي أراد اليوم أن يتنازل أن يتنازل عموعة الرئاسي مي بده خلص بساعة تبقى الخيار التالي والخيار الرابع يعني اليوم ويفي على ترشيح النائب السليماني فرنجي يعني أنا بتمنى على الوزير الفرنجي نظراً لتاريخه وتاريخ عائلته أني ضالي ولعبه أدوار كبيرة بحق المسيحيين والبنان أنه يفضي هالقضية بنفسه ويقول أنا ما عاش مرشح لأنه مش قادر يعمل وفاق حول شخص وبالتالي بيكون هو يفتح الطريق إذا هاي المعدلية بيكون هو يفتح الطريق للتشاور على الخيار السالس بركي بيصير عنا رئيس بركي بيصير عنا وطن بركي بيصير عنا دولي بتقلي لي بيحبو الأساس إليم هذا الحك السليم لكن هذا الموضوع عم يقنع سنواني فرنجي لك إذا لأو أنه يطمنوا اليوم يطمنوا أنه يعملوا حلفة ويحكوا بالمرحل المقبل يمكن أن يتنع يمكن أن يتنع ويجبران بسير بيكركي وبرات بكركي برات بكركي شو يصير برات بكركي المشكلة في ولا بجبران بسير لا نعرف المشكلة بيكركي برات بيكركي المراحل أنه يرمي الحرم الكنسي على اللي كانوا علقاني مع بعضهم اليوم أيها مضرة أكتر الحرب اللي كانت ولا الموت اللي عم نعيشه هلأ الانهيار اللي عم نعيشه هلأ الضمار النفسي اللي عم نعيشه هلأ هجرة الشباب اللي عم نعيشه هلأ ضياع المؤسسات اللي عم نعيشه هلأ اليوم مطلوب مطلوب من البترك الراعي أنه يحصل من الموقف ويمارس كل صلاحية عنده لحتى لإجبارهم لإجبارهم على أنه يكونوا متفقين حول شخص واحد يطلعوا يعنونه ويحرجوا هلأ حزب الله هيدا القرار المسيحي اللي فيه المردة والقوات والكتايب والعونيكي هاي حلم بس أنه حسنا يعني سبقتني هل سليمانة فرنجية بيمشي بكلام البترك أكتر من أن يمشي بكلام حزب الله لكن أنا عم بحكي شيء أنا عشت ومع مقولوا وقت اللي كان الفراغ وكان فيه حوار وبكرة يمكن يجي يوم نكشف محاضر الاجتماعي كنت عم بطرح أنه هيتلا نتفق على اسم خي غير الرئيس مشي العون اللي كان مرشعنا زي كانوا جوابون إذا هو يقرر ينسحب نحنا معه لوقت اللي يقرر ينسحب بس هم ممنوعين ينسحب زيت السيناريو زيت السيناريو عم يتحقق والضحية لبنان واللبنانيين وإذا ما وعينا بدل ما نعالج ملف النزوح السوري واللجوء الفلسطيني رح يعالجونا وضع نزوحنا إلى دولة ما لأنه عم بيضيع كل شيء هيدا النقطة الأساسية الجوهرية اللي بنركز عليها اليوم الخطر الحقيقي ليس على المسيحة من المسلم ولا المسلم من المسيحة بالعكس الخطر الحقيقي اليوم على اللا لبناني الموجود في لبنان أي موضوع النازحين السوريين ديموغرافيا واقتصاديا وجوديا هذا البلد عم بيضيع بين أيدينا ونحن مشغولين بهون وبيهون بحسابات تصفية شخصية عم بحكي عند الكل هذا البلد ما بيقوم من دون تعاون مكونات الطوافية جربنا الحرب والسلم هذا البلد برجع بقول من دون مسيحيين منوا لبنان ببطل لبنان المسكين في طوافيا كل الطواف وبالتالي الخلل الديموغرافي الذي قد يحدثه أن نازل الدستور تطبيق الدستور والقانون لما بيجيب في هيمني وبيجيب في هيمني وبيجيب في هيمني بدنا سلي كامل متكامل ورشة بناء الدولة على شاكل الدول ما في رئيس قبل هذه السلي بلا بلا أكيدا لما بيفوت مسلح من حزب الله رئيس لازم بوضطه في أربع خمس مسدسات على مصح تفصيل وبالمقابل ممنوع المواطن الآخر بلبنان أنه يحمل في التايشي أستاذ إلي أستاذ إلي هذا تفصيل بس تمبنات دولة ببطل في بيئة حاضنة لهذه المظاهر ببطل في بيئة حاضنة لهذه المظاهر هاي من مظاهر تدمير الدولة هلأ بيسمعنا بفكر بلبنان اليوم كلنا خايفين ومرئين أنا وإياك خايفين ما حدا يوجه علينا لا يا أستاذ إلي لا يا أستاذ إلي وضع مرتاح روح تشوف اليوم البلد خلينا نعطي صورة مشعة إيجابية للناس للمغتربين لا يجوا وضع آمان السهرات الحفلات مباري حفلة عبد الدياب المطار اليوم 14 ألف 15 ألف وافد لبناني بيجو كل يوم عبر مطار بيروت أوكي في عنا أشكالات تقنية ما في مشكلة كلنا سوا بدنا نشجع صياحة لبنان علمنا معالي وزير إلي ماروني هيدا الشيء بالوزارة أنا اعتبرت المغتربين هني ثروة لبنان الحقيقة ما بدنا بيترول بدنا المغتربين بس أعطيني سائح واحد عم يجي على البنان السائح غير المغترب المغترب جيل عند أمه وبيه وخيه الأسباب صحيحة لكن سواح حرب غزة حرب غزة صحيح نهائيا وإذا ما إجوا الخليجيين والعرب والأمريكان والأوروبيين صحيح بدنا نطمنهم يا شباب صحيح عم يروحوا عم مصر 80 مليون بالسنة نحنا عم ننبسط بالمليون أنا رفعت التحدي بال2009 على المليونين وإجوا لكن اليوم ما تقللي المغترب يجيش هاي حرب غزة وعامي وعخيه شو دخلنا بحرب غزة بل بحرب غزة الوزير السادس إنه لا أقولك ده حرب إنه لا إنه لا مستشار رئيس حزب الكتائب الإستاذ إليمارون أهلا وسهلا ومدير مركز استشراف للمعلومات وشاهدين تهت الحلقة تابعونا بحلقات لحيقة إلى اللقاء